يوجد كثير من من يحب أن يظهر بإطلالة متميزة تفوح منه روائح زكية تهاجب أن يفهم حوله وهنا نتحدث عن العطور باختلاف أنواعها ومركاتها العالمية النسائية والرجالية إلا أن أسعارها الباهضة جعلت زبائن محلات بيع العطور يفضلون إقتناع العطور الزيتية التي أصبحت تضاهي الأصلية من ناحية الجودة المواطن هنا يتوجه دائما إلى العطور الزيتية هذه لماذا؟ لأن العطر الزيتي مقارنة بالعطر الأصلي سترخيص بنسبة كبيرة اختيار تعيد العطور بالمقارنة بالعطور الأخرى أولا من تروح لكوسميتك ستلقى بعض العطور رخيصة الثامن وما فيهاش تديرها ياربيز دقيقة أو لا ما تروح ريحتها وكي تريد تشريه زيما حاجة أوريجينال تقعها غالية بزاف ممكن نشره ريحة نقوها بالبريطة غالية سبقصان نجو لهنا نعمروه قامنا علينا رخيصة مهما تعدت الأنواع واختلفت الأسئار فالهدف منها واحد وهو الضهو في أبهاح الله لأن الله جميل يحب الجمال ترجمة نانسي قنقر